سلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يروني وأن أجر أحدهم يعدل خمسين منكم فمن هم هؤلاء الذين يعدل الواحد منهم أجر خمسين من الصحابة مع أن الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل القرون هذا صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء هم الغرباء في آخر الزمان إذا فسد الناس وهم تمسكوا بهذا الدين وصبروا على الأذى مع قلتهم فإنهم ينالون ينال الواحد منهم أجر خمسين من الصحابة بهذه الناحية فقط لكن الصحابة عندهم أجور كثيرة غير هذا فهو أفضل منهم في هذه الناحية لكنهم أفضل منه بنواحي كثيرة فالصحابة لا يلحقوا بهم أحد وإذا كان حصل على هذا في خصلة واحدة فهم حصلوا على أكثر من هذا في خصال كثيرة والفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة كما يقولون فليس هؤلاء أفضل من الصحابة مطلقا وإنما هم أفضل من الصحابة في هذه الناحية فقط وهي الغربة والصبر على الدين والصبر على الأذى لأن الصحابة كانوا مجتمعين حول الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل لكن في آخر الزمان ما فيها انصار ولا فيها عوان والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بينهم ومع هذا الصبر وآمنوا فهم من هذه الناحية فقط هاجوا على هذا الأجر العظيم نعم